اشتركوا في القناة الساعة المتواصلة للعملية العسكرية الإسرائيلية وما يتحدث الإعلام الإسرائيلي عن مخيم جنين الاحتلال يتحدث إذن عن عملية عسكرية كبيرة السلامة لأهلنا في مخيم جنين في هذه الأثناء إذن متابعينا الكرام نبدأ بالتفاصيل الاحتلال الإسرائيلي في بيان لجيش الاحتلال قال بأن عملية عسكرية بدأت في مخيم جنين تستهدف أحد المطلوبين الكبار كما أطلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي على هذه العملية الاحتلال قال بأن العملية تستهدف عائلة الشهيد راعد حازم الذي نفذ نجلها عملية في منطقة وسط فلسطين المحتلة والتي اعتبرت من العمليات الأكبر كما وصفها الاحتلال الإسرائيلي الاحتلال يعتبر بأن هذه العائلة عائلة حازم بأنها من العائلات التي يوجد فيها عديد المطلوبين العملية كانت تستهدف والد الشهيد راعد كما تقول وسائل الإعلام الإسرائيلية قبل قليل أعلنت وسائل الإعلام الإسرائيلية عن وجود شهداء في هذه العملية وأن اشتباكات مع قوات الاحتلال جرت أثناء عملية الاقتحام قوات يدعوت أحرانوت تقول بأن الاشتباكات وقعت مع قوة للمستعربين وقوة تابعة لجيش الاحتلال دخلت المخيم لملاحقة أحد أبناء عائلة شهيد راعد خازم وتقول بأن العملية مستمرة وملاحقة المطلوبين على الأرض ما زالت قائمة الاحتلال يتحدث عن ارتقاء أحد المطلوبين كما تقول وسائل الإعلام الإسرائيلية لا نستطيع أن ننفي أو نؤكد هذا الخبر حتى الساعة حتى يكون ذلك مصدرا رسميا إذن نتمنى من المتابعين المشاركة في هذا البث المباشر لنعود بالتفاصيل ما الذي جرى في مخيم جنين كما تقول وسائل الإعلام الإسرائيلية تقول وسائل الإعلام الإسرائيلية وتحديدا بيان جيش الاحتلال بأن منذ صاحات الصباح الأولى قامت قوات الاحتلال الإسرائيلي بالدخول إلى مخيم جنين للوصول إلى مسلحين ينتمون إلى المجموعات المسلحة في مخيم جنين هذا المخيم الذي تحول إلى منطقة ارتكاز للمواجهة مع قوات الاحتلال الإسرائيلي وتصنف وسائل الإعلام الإسرائيلية بأنه المخيم الأكثر خطورة على الأمن الإسرائيلي بالإضافة إلى البلدة القديمة في مدينة تينابلس الاحتلال يقول بأن العملية العسكرية كانت تستهدف عائلة خازم أو شهيد راعد خازم والتي جاءت في سياسة الملاحقة المستمرة لمنفذي العمليات الاحتلال يعتبر العائلة بأنها تقود بعض الجماعات المسلحة كما تقول القناة الثالثة عشر الإسرائيلية وكان الاستهداف يتعلق بوالد الشهيد راعد كما تقول وسائل الإعلام الإسرائيلية بعد ذلك انتقلت وسائل الإعلام الإسرائيلية للحديث عن ملاحقة شقيق الشهيد راعد وتقول وسائل الإعلام الإسرائيلية بأن ما وصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي بالإضافة إلى المستعربين حتى دار اشتباكا كبيرا مع قوات الاحتلال الإسرائيلي وأن الاشتباك استمر لوقت خلال عملية الاشتباك قامت قوات الاحتلال بقصف المنزل في أكثر من قذيفة إنيرجا كما تقول وسائل الإعلام الإسرائيلية القصف على ما يبدو كما تقول وسائل الإعلام الإسرائيلية وحتى الساعة لا يمكن تأكيد هذه المعلومة أو لا وجود شهداء في مخيم جينين بعض المصادر الفلسطينية تتحدث حتى الساعة عن وجود شهيدين وتقول بأن قوات الاحتلال تعرضت إلى وابل من عمليات إطلاق النار بالإضافة إلى العبوات الناسفة كما تقول وسائل الإعلام الإسرائيلية ما الذي تحدث الإعلام الإسرائيلي عن عائلة خازم متابعين الكرام الاحتلال يعتبر بأن هذه العائلة عائلة قامت بالهجوم الكبير في وسط فلسطين المحتلة تعتبر العائلة بأن عديد من أبنائها ملاحقين لقوات الاحتلال الإسرائيلي والوالد والد الشيد رعد تعتبر من قيادة المسلحين في الضفة الغربية وتعتبر بأن الأب الروحي هكذا يغصف وهو كهذا تصفه وسائل الإعلام الإسرائيلية متابعين الكرام الآن على البث المباشر أيضا نراسلنا زميل ليث ينقل لكم الأجواء لكن بكل المعايير الاحتلال يتحدث في بيان الآن بأن العملية مستمرة وأن التفاصيل ستكون تباعا إذن متابعين الكرام الاحتلال يتحدث عن عملية عسكرية مستمرة حتى الساعة وأيضا هناك إعلان لارتقاء شاب من عائلة علاونة على ما يبدو هناك الحديث عن ارتقاء شاب من عائلة علاونة كما تقول أيضا المصادر الفلسطينية إذن نتابع وإياكم متابعين الكرام هذه الأنباء الواردة الآن إذن الاحتلال بحسب القناة الثانية عشر الإسرائيلية تقول بأن العملية العسكرية تقوم من خلال وحدات الشباك وأيضا سلاح الجو الإسرائيلي وأيضا بالإضافة إلى قوات اليمام وغيرها من الوحدات العسكرية الإسرائيلية لماذا قام الاحتلال بهذه العملية العسكرية؟ تقول القنوات الإسرائيلية المختلفة بأن العملية جاءت في سياق وجود انذارات ساخنة بأن مجموعات كانت ستنفذ عمليات في ظل الأعياد الإسرائيلية وأن هذه العملية جاءت استباقية لملاحقة الشبان البذينة يحاولون تنفيذ العمليات خلال الفترة القادمة كان الاحتلال قد توعد بأن يستمر في عملية الإجراءات الأمنية في الأراضي الفلسطينية وعملية الملاحقة للشبان الفلسطينيين كما قالت وسائل الإعلام الإسرائيلية إذن متابعين الكرام هذه هي الأجواء بالمجمل في الأراضي الفلسطينية تحديدا في منطقة جنين ومخيم جنين الآن الاحتلال أيضا يعتبر بأن هذه المنطقة منطقة خطيرة للغاية وأيضا كانت بعض وسائل الإعلام والمنظومة الأمنية الإسرائيلية حذرت بأن على المواطنين بين قوسين المستوطنين للإسرائيليين أخذ الحيطة والحذر في منطقة شمال الضفة الغربية وأيضا برفع وتيرة المتابعة في منطقة الداخل الفلسطيني المحتل من خلال زيادة ما يعرف بقوات الاحتلال يأتي هذا متابعين الكرام في ظل حديث إسرائيلي بأن الصور التي خرجت يوم أمس من مدينة القدس وأيضا الاقتحامات في داخل المسجد الأقصى كان من شأنها أن تحدث حالة من التصعيد في الأراضي الفلسطينية إذن متابعين الكرام عودة لحدث جنين العملية مستمرة كما تقول وسائل الإعلام الإسرائيلية سننتقل إلى الزميل أيضا الآن ليث سيقوم أيضا بموافاتكم بالتفاصيل الجديدة وسنكون معكم إن شاء الله بالبث والمباشر من خلال متابعة الأحداث في جنين ومخيم جنين وأيضا الأوضاع في الأراضي الفلسطينية نلقاكم بعد نصف ساعة من الآن